بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن محمد عبده ورسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيته الطيبين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته إنه أرحم الراحمين اللهم أعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين اللهم يا من بلغتنا رمضان كرما ورحمة من عندك بارك لنا في رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه وبلغنا رمضان أعواما عديدة والسنين مديدة نحن وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الخوة الأفاضل أيها الأخوات الفضليات ونحن نلتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامج رمضان حياة أحيى الله قلوبنا وقلوبكم بمحبته وطاعته ورضاه وجمعنا وإياكم في الدنيا على محبته وطاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أمين اللهم أمين حياكم الله من جديد رمضان حياة تكلمنا في الحلقة الماضية عن صلاة حياتي وتناولنا بعض المفردات في قضية الصلاة في قضية الصلاة وقلنا سنكمل إن شاء الله تعالى وقدر ويسر في الحلقة القادمة حين نتكلم أحبة عن الصلاة وعن صلة الصلاة بإحياء قلوبنا الاعتبار أنها من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأفضل القربات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات فتحيا بها قلوبنا وتنشرح بها صدورنا وتطمئن بها قلوبنا وتقر بها عيوننا وترضى بها نفوسنا ونسعد بها في دنيانا وفي أخرانا ونرضي بها ربنا سبحانه وتعالى فمن أعظم ما تقرب به المتقربون وعبد الله عز وجل به العابدون هي أداء الصلاة سواء كانت الفريضة لأنها أحب ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يؤدي مفترض الله عليه ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يسعى عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه صلاتي حياتي لو أننا توقفنا عند بعض الآيات التي جاءت حول قضية الصلاة والتأكيد على الصلاة مثل قول الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام أحبة الأكارم عيسى عليه السلام تكلم في المهد فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأس وإن وما كانت أمك بغية فأشارت إليه أشارت إلى عيسى عليه السلام وهو في المهد فاسمعوا إلى ما قال عيسى عليه السلام وهو في المهد وكيف أنه من ضمن كلامه كان عنده وصية عظيمة نقلها من المولى عز وجل إلى قومه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله الله أكبر قال إني عبد الله أعظم كلمة ينطق بها عيسى عليه السلام وننطق بها جميعا هي العبودية لله عز وجل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني الوصية ما هي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله أكبر عظيمة جدا هذه الوصية الناس كل الناس يجتمعون حول مريم عليه السلام فيسألونها من أين جئت بهذا الولد وأنت المرأة العفيفة الشريفة الرزان فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأي وصية هذه العظيمة الوصية العظيمة التي جاء بها عيسى عليه السلام إنها الوصية بالصلاة وبالمحافظة على الصلاة مشهد مقارب لهذا المشهد محمد صلى الله عليه وسلم كل الفرائض التي فرضت عليه وعلى أمته فرضت في الأرض إلا الصلاة إلا الصلاة فقد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى فما زال يستأذن على أبواب السماء بابا بابا يطرق الباب جبريل وترد بقية الملائكة من؟ فيقول جبريل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فترحب به الملائكة وتفتح الباب لجبريل ولمحمد صلى الله عليه وسلم السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى قربه الله عز وجل وأدناه ثم فرض عليه الصلاة فرض عليه الصلاة فأي منزل عظيم للصلاة وأي مكان عظيم للصلاة حتى أنها تفرض فوق سبع سماوات يعرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تفرض الصلاة عليه وعلى أمته سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلمين وبت ترقى إلى أنلت منزلة من قاب قوسيني لم تدرك ولم تنلي فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله عز وجل هو إمام النبيين وهو قدوة العلماء والمصلحين وهو تاج رؤوس الأولياء والعارفين عليه الصلاة والسلام هذه مكانة الصلاة ومكانة العبودية لله عز وجل ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا أحبتي بالأمس في سفرة أو معراج روحي بأرواحنا كيف أننا نعيش الروحانية المنشودة ونعيش الخشوع ونعيش معاني الخضوع ومعاني الركوع ومعاني السجود وتكلمنا أن الصلاة تجتمع فيها معاني جليلة عظيمة جميلة ينبغي أن نستحضرها جميعا في الصلاة كالخضوع والخشوع والركوع والبكاء والدموع كرم الله عز وجل تعظيم الله عز وجل هيبة الله عز وجل جلال الله عز وجل جمال الله عز وجل غنى الله عز وجل تتعرف فيها على نفسك وعلى ربك تتعرف على نفسك حيث الفقر المطلق وتتعرف على الله عز وجل حيث الغنى المطلق تتعرف على نفسك حيث الضعف المطلق تتعرف على الله عز وجل حيث القوة المطلقة تتعرف على نفسك حيث الذل المطلقة تتعرف على الله عز وجل الذي بيده العزة ولله العزة ولرسوله فالعز في كنف العزيز ومن عبد العبيد أذله الله العز في كنف العزيز ومن عبد العبيد أذله الله هذه المعاني وغيرها عشرات ومئات تستحضرها وأن تتقف بين يدي رب الأرض والسماوات عند ذلك تصلي صلاة خاشعة مطمئنة يحيى بها قلبك يحيى بها قلبك ويرضى بها ربك وينشرح بها صدرك وتتذوق فيها طعم العبودية لله وتجد فيها حلاوة الركوع بين يدي الله والسجود بين يدي الله عز وجل عند ذلك تدرك أن السعادة كل السعادة في هذه العبادة وأن السعادة كل السعادة في هذه الصلاة وتتمنى أن يمتد بك الزمان كثيرا حتى تبقى واقفا بين يدي الله تارة وراكعا بين يديه تارة أخرى وساجدا بين يديه تارة ثالثة مرة تناديه ومرة تدعوه ومرة تناجيه مرة بالثناء ومرة بالدعاء ومرة بالرجاء وغير ذلك من المشاهد الجميلة والجليلة التي تجتمع كلها في الصلاة صلاة حياتي صلاتك حياة قلبك تكلمنا في قضية الركوع ثم القيام من الركوع وصلنا إلى هذا الحد تقريبا في الحلقة الماضية حين نتكلم عن الركوع أحبة الأكارم ثم القيام من الركوع ثم إتمام الصلاة أنت حين تركع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع في صلاته استوى ظهره يعني يكون ظهره بهذا الشكل مستقيم حتى أنك لو صببت الماء على ظهره لستقر على ظهره صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل بعض الناس يركع هكذا أو بعض الناس ينخفز زيادة الله بشكل مستقيم يكون الظهر والرأس يعني لا تخفضه كثيرا ولا ترفعه كثيرا ممكن أن يكون بنفس مستوى يعني العمود الفقري بالنسبة للظهر كان يركع هكذا النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر ثم يركع يضع كفيه على ركبتيه ويفرق أصابع يديه على ركبتيه ثم ينحني لله عز وجل راكعا والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الركوع قال عن الركوع عظموا فيه الرب سبحانه وتعالى الركوع نعظم فيه الله عز وجل أما الركوع فعظموا فيه الرب والسجود له شأن آخر الركوع ثم بعد ذلك القيام من الركوع هي عملية مهيدية لتعظيم أكثر فأنت تعظم الله في ركوعك لكنك ستعظمه أكثر في سجودك لذلك حين تنهض من الركوع ستكون لك أذكار فيها حمد وثناء على الله عز وجل لأنه أوقفك بين يديه ولأنه جعلك راكعا له وغيرك محروم من هذا الركوع ثم جعلك ساجدا بين يديه وغيرك محروم من هذا السجود في الركوع هناك أذكار تقول سبحان ربي العظيم وفي رواية سبحان ربي العظيم وبحمده وفي رواية سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصواب أن ننوع بين هذه الأذكار فإن جاءت مجتمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه جمعناها في ركوعنا وإن جاءت متفرقة فمرة يذكر الله بهذا ومرة يذكر الله بذاك وتارة يسبح الله بهذا وتارة يسبح الله بذاك نوعنا كذلك حتى نصيب السنة في رواياتها المتعددة والمتنوعة والمختلفة وفي كل خير وفي كل خير فتركع فتقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده ثم تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا بد أن تتوقف عند معاني هذه الكلمات أنت في ركوعك تعظم الله عز وجل ومن دلائل التعظيم أنك تقول سبحان ربي العظيم إذن لأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد تفرد بجلاله وجماله وبهائه وكماله وأسمائه وصفاته فما استحق الركوع أحد سواه فتقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده فأنت تنزه الله وتجل الله وتقدس الله وتعظم الله عز وجل في ركوعك أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح وهنا مبالغة في التسبيح ومبالغة في التقديس رب الملائكة والروح فالله عز وجل هو رب الملائكة وهو رب كل الأرواح البعض قال الروح هي التي لا نراها نحن ولا تراها الملائكة والبعض قال المقصود بالروح رب الملائكة والروح الملائكة هم الملائكة الكرام الذين خلقهم الله عز وجل من النور والروح هو جبريل عليه السلام فالله عز وجل هو رب الملائكة والله عز وجل هو رب جبريل سبحانه وتعالى هذه بعض الأذكار التي تقولها في ركوعك وأنت تعظم الله عز وجل في ركوعك بل كأنه أنت تستشعر أن قلبك ركع لله وأن روحك ركعت لله وأن نفسك ركعت لله وأنه كل عضو من أعضاء جسدك وكل فقار من عظامك ومن فقراتك ركعت لله عز وجل خاشعة خاضعة ذليلة منكسرة مفتقرة تعظم الله عز وجل تستشعر هذه المعاني وأنت تركع لله عز وجل مما ذكر في ركوع بعض الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ركوعه ولا أعني بذلك صفة ركوعه ولكن أعني طول ركوعه حين ذكرت عائشة رضي الله عنها طول صلاته صلى الله عليه وسلم حين ذكر ابن عباس طول صلاته صلى الله عليه وسلم وذكرها غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ذكروا أن نبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة وسورة آل عمران والمائدة والنساء سورة البقرة والعمران والنساء والمائدة هذه الأربع سور يعني قرأ صلى الله عليه وسلم ما يقرب ستة أجزاء ستة أجزاء قرأها في ركعة واحدة فقال عنه الصحابة وهم يرون لنا طول ركوعه صلى الله عليه وسلم قال فركع فكان ركوعه نحو قيامه الله أكبر نحن إذا قلنا سبحان ربي العظيم وبحمدي ثلاث مرات فتأخر الإمام وراءها ثوان يبدأ الناس يعمل عندهم السعال يتنحنحون ويسعلون ويصدرون أصواتا يعني يتبين منها الضجر كأنهم يقولون الإمام لا بد أن ترفع من ركوعك على سبيل السرعة لأنك أطلت علينا الركوع ووالله لو خشعت قلوب هؤلاء لخشعت جوارحهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة رأى رجلا يعني يتلفت في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو حديث أو أثر عن بعض الصحابة لا يحضروني تخريجه والله تعالى أعلم المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعا نحو قيامه يعني ما يقارب ستة أجزاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ولو أننا أحصينا ستة أجزاء وقرأناها قياما في صلاتنا لا استغرق منا ذلك يعني في أقل تقدير ساعة ونصف في أقل تقدير ساعة ونصف وإذا كنا نقرأ نحو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ بتأني ويجعل فاصلا بين آية وآية ولا يمر بآية سؤال إلا سأل الله عز وجل ولا بآية ترغيب إلا سأل الله عز وجل من فضله ولا بآية ترهيب إلا استعاذ بالله عز وجل من عذابه وعقابه وغير ذلك ثم يركع فيكون ركوعه نحو قيامه ثم ينهض من ركوعه فيكون قيامه من ركوعه نحو ركوعه ثم يسجد فيكون سجوده نحو ذلك فأي صلاة عظيمة هذه التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الزبير رضي الله عنه قيل أنه رآه أحد الصحابة وهو يصلي يقول فكبر فركع بعد أن قرأ من القرآن ما تيسر له ثم ركع قال وكنت أنظر إليه يعني في نفس المكان الذي يصلي هو فيه فقرأت البقرة وآل عمران والمائدة والنساء ثم رفع من ركوعه البقرة سورة البقرة وسورة المائدة وسورة آل عمران وسورة النساء يعني لو استغرق في كل جزء منها نصف ساعة لكانت ما يقارب ثلاثة ساعات أو ساعتين أو ساعتين ونصف بحسب سرعة القراءة المهم هذا ركوعه فأينا في حياته كلها ركع لله عز وجل ركعة أو أفر ركوعا واحدا استغرق منه ساعة أو استغرق نصف ساعة أو استغرق ربع ساعة أو استغرق عشر دقائق أو خمس دقائق بل البعض لا يلبث إلا ثواني سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان ربي العظيم وبحمدي لماذا تستعجل؟ أنت تسبح من؟ يعني أحد الصالحين المعاصرين رأى رجلا يصلي داعية رأى رجلا يصلي فيسرع في قيامه يسرع في ركوعه يسرع في سجوده فلما انتهى قال له هل أتممت صلاتك؟ قال نعم قال والله لو أهديت لي صلاتك هذه ما قبلتها فكيف وأنت تصلي لله العظيم الكبير الجليل سبحانه وتعالى لو أهديت لي صلاتك هذه ما قبلتها لأنها مشوبة لأنها مسروقة لأنها مسلوبة لأنها منهوبة ليس فيها روح ليس فيها طعم ليس فيها لذة ليس فيها خشوع ليس فيها خضوع هل تتلعب أنت هل تجري تمارين رياضية النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وسمى العلماء هذا الحديث حديث المسيء صلاته رأاه يصلي فلما انتهى من صلاته جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي ما صليت أنت لأنك تسرع في صلاتك فعاد مرة ثانية ثم مرة ثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمني فتعلم أيها المسلم كيف تصلي لله عز وجل وكيف تقف بين يدي الله عز وجل حقيق بك حين تقف بين يدي العظيم بين يدي الحليم بين يدي الرحيم بين يدي الكريم أن تصلي صلاة تليق بمن تقف بين يديه أن تعظم شعائر الله أن تقدر الله عز وجل قدرة وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى فتصلي بصورة تليق بذلك تليق بذلك إذن الزبير رضي الله عنه أيضا ركع ركوعا واحدا وكان على مقر ومنه أحد الصحابة يقول فقرأت سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة المائدة وسورة النساء ثم رفع من ركوعه ثم رفع من ركوعه هذا كان طول ركوعهم لله عز وجل وجميل تعظيمهم لله عز وجل وهم يركعون له تبارك وتقدس وتنزه ثم بعد ذلك طبعا ورد عن بعض الصالحين أنه كان إذا ركع كان كالخشب يعني كأنه قطعة خشب ملقات لا يتحرك فيه ساكن إذا ركع إذا قام إذا سجد حتى أنه أحد الصالحين كان يصلي على سطح بيته فربما مرت الطيور فحطت على رأسه أو على جسده تظن أنه خشب لأنه لا يتحرك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقرأ بتأني بتأمل بتفكر بتدبر في قيامه يركع معظما لله يسجد معظما لله وهكذا تحط الطير على جسده تظن أنه جذع أو أنه خشبة فكانت بنت جاره بنت صغيرة بعد أن توفي هذا الرجل ولم تعد تراه تسأل والدها تقول له يا أبتي أين ذهبت هذه الخشبة التي كانت على سطح جارنا وكانت الطيور تحط عليها قال يا بنيتي لم تكن هذه خشبة ولم تكن هذه جذعا وإنما هذا كان فلان العابد الزاهد التقي كان يصلي لله عز وجل على سطح بيته يصلي على سطح بيته بعض الصالحين كان يصلي من شدة خشوعه يصلي في مسجد فانهدمت ناحية من المسجد يعني انهدم جزء من المسجد وأصبح له صوت ودوي وغبار فهرع الناس هاربين كل إلى سبيله وبقي هو في صلاته مسترسل في هذه السبحات الإيمانية والروحانية دون أن يشعر بما حصل لماذا؟ لأنه كان خاشعا لأنه كان مطمئن لأنه كان يجد لذة وحلاوة وطعما لا يجده سواه لا يجده سواه رجل من الصالحين أيضا كان يصلي في مسجد فدخلت على المسجد أفعى عظيمة أو حي عظيمة فهرب الناس وبقي هو يصلي في صلاته من صرف عن صلاته؟ أي خشوع هذا وأي خضوع هذا وأي قيام وأي سجود وأي ركوع هذا كان يقف فيه ويؤديه لله عز وجل القيام من الركوع قلنا في الأمس سيقول العبد سمع الله لمن حمده وقد وردت فيه أكثر من صيغة ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد وفي رواية حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وفي رواية ملأ السماوات والأرض وملأ ما بينهما وغيرها من الآثار التي رويت عفوا الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأذكار التي ذكرها بعض الصحابة فكان السنة تقريرية أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها كما فعل أحد الصحابة فقال حين رفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من الذي قال هذا الدعاء أو هذا الذكر فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله قال لقد رأيت بضعا وثلاثين أو بضعا وأربعين يعني عدد كبير من الملائكة رأيتم يبتدرونها أيهم يسجلها يعني الملائكة يتسابقون بينهم أيهم يوثق أو يسجل هذه الكلمات الطيبة المباركة التي فيها من الحمد لله ما فيها وفيها من الثناء لله عز وجل ما فيها مهما حمد الله عز وجل الحامدون وأثنى عليه أهل الثناء ودعاه أهل الدعاء وذكره أهل الذكر فإنهم لا يرقون إلى حمده لنفسه لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلا يثني على الله عز وجل أحد خير من ثنائه هو على نفسه سبحانه وتعالى ومن ثم لا يثني على الله عز وجل أحد من الخلق خير من ثناء الرسل والأنبياء وخير من يثني على الله عز وجل ويحمده من الرسل والأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم موطن الثناء والحمد هنا لما جاء في القيام من الركوع أنت تحمد الله على أن جعلك راكعاً له ولس راكعاً لغيره على أنك معظم له ولس معظماً لغيره حين تركع لله غيرك يركع للبشر ويركع للحجر ويركع للشجر ويركع للشمس والقمر فأنت تحمده على أن خصك بالعبودية له وعلى أن خصك بتوحيد الألوهية له وتوحيد الربوبية له وأنك تركع له ولا تركع لسواه ثم هذا الحمد وهذا الثناء هو حمد وثناء على نعمة ثانية ستتحقق بعد القيام من الركوع ألا وهي السجود ألا وهي السجود فتقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم صيغة ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد في التسبيح أو في التحميد أو في غيرها لأنها كلمات عظيمة لأنها كلمات عظيمة حين تحمد الله عز وجل تقول اللهم إني أحمدك عدد ما خلقت أحمدك ملأ ما خلقت أحمدك مثل ما خلقت عدد ما خلقت من يحصي عدد ما خلقه الله لا يحصي ذلك إلا الله من يحصي مثل ما خلق لا يحصي ذلك إلا الله من يحصي ملأ ما خلق لا يحصي ذلك إلا الله فحين تحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أو تحمد الله عز وجل وتثني عليه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شتم الشيء بعد مليارات المليارات المليارات من الحمد والثناء حتى يملأ الأرض والسماوات حتى يملأ الأراضين ويملأ السماء الدنيا ثم يملأ ما بين السماء الدنيا والسماء الثانية ثم السماء الثانية وما بينها وما بين السماء الثالثة ثم الثالثة وما بينها وما بين الرابع وهكذا إلى السماء السابعة فلا يحصي ذلك إلا الله عز وجل أبدا أمر عظيم جدا فحين تستشعر أنك حمدت الله هذا الحمد وأثنيت عليه هذا الثناء لأنه سبحانه وتعالى وفقك للركوع له ومن ثم وفقك للسجود له وهذا السجود شرف لك وهذا السجود عز لك وهذا السجود سمو لك وارتقاء سمو لك وارتقاء وهذا السجود حياة لقلبك حين تسجد لله عز وجل الناس من حولك غير المسلمين يسجدون للأحياء ويسجدون للأموات من البشر يسجدون للبقر يسجدون للفئران يسجدون للمرأة يسجدون للشمس يسجدون للقمر للبشر للشجر للحجر وأنت تسجد لرب البشر للواحد الأحد للفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر شيء يستحق الحمد ويستحق الثناء أنك تسجد لله عز وجل ولو استشعرت معاني السجود الشاملة معاني السجود الشاملة كما أنه كل الذرات والمجرات والكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار والشمس والقمر والليل والنهار تشاركك التسبيح لله الواحد القهار فإنها تشاركك السجود لله الواحد القهار فحين ينتظم الكون كل الكون بسجود شامل لله عز وجل فتكون أنت أيضاً من الساجدين فهذا شرف لك لا يقدر بشرف وهذه عزة لك لا تقدر بعزة وهذه سمو وارتفاع لا يقدر بسمو غيره ولا بارتفاع غيره ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس كلها تسجد لله الشمس هذه العظيمة الكبيرة التي لو ألقيت الكثير من الكواكب في ثقب من ثقوبها لابتلعت هذا الكوكب عظيمة جداً وكبيرة جداً والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم حين أرادت أن تغرب الشمس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أتدرون أين تذهب الشمس قال الله ورسوله أعلم قال أما إنها تذهب حتى تسجد عند العرش الله أكبر الشمس تسجد لله وعصات الإنس والجن يستنكفون أن يسجدوا لله يستنكفون أن يسجدوا سجوداً طويلاً يستشعرون به تعظيم الله عز وجل وإجلال الله عز وجل يستشعرون به الخضوع لله الركوع لله الافتقار التذلل الانكسار بين يدي الله الوحد القهار قال أما إنها تذهب حتى تسجد عند العرش تسجد لله عز وجل وتستأذن الله أن تشرق أن تشرق مرة ثانية فيأذن الله لها ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها أما إنها يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث غربتي يعني اطلعي من حيث غربتي فطلوع الشمس من مغربها هو دليل على ماذا؟ على قيام الساعة وحينها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل كما يقول الله عز وجل فحين تطلع الشمس من مغربها تغلق باب التوبة يغلق باب التوبة فلا ينفع الإنسان توبته إن لم يكن تاب من قبل ولا إيمانه إن لم يكن من أهل الإيمان من قبل فحين تستشعر هذا السجود وهذه المشتركات في السجود من يشاركك في السجود لله تخيل أنه يعني تخيل أنه تقرأ آية من آيات السجدة يعني تمر فيها سجدة سجدة تلاوة ثم تستشعر أن السماوات تسجد لله أن الأراضين تسجد لله أن الشمس سجدت لله أن القمر سجدت لله أن الأشجار بتمايلها كأنها تتمايل طرباً وتتمايل شوقاً وتتمايل حباً وتتمايل هياماً لله عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله من جديد ما زلنا نتكلم عن السجود وكنا عظيم جداً أن تستحضر هذا المشهد الرهيب هذا المشهد العجيب مليارات المليارات من المخلوقات التي لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات بدايةً بما لا يرى بالعين المجردة وصولاً إلى المجرات والكواكب والأرض والسماوات العظيمة جداً التي خلقها العظيم سبحانه وتعالى كلها تسجد لله عز وجل كلها تسجد لله عز وجل فحين تسجد أنت لله تستشعر عظم ما أنعم الله به عليك وعظم ما أولاك الله عز وجل إياه أنه غيرك يسجد يسجد لصنم يسجد لصنم يصنعه بيديه من الحجارة ثم إذا غضب كسر ربه كسر هذا الصنم يسجد لصنم يصنعه من التامر أو الحلوى ثم يخرج في الصحراء فإذا بلغ به الجوع مبلغاً أكل ربه أكل هذا الصنم من التامر يسجد للمرأة يسجد للشمس يسجد للقمر لكن أنت تسجد لله عز وجل فتستشعر أن الله عز وجل أولاك بنعمة عظيمة جليلة هو أنك تسجد لهم ثم بعد ذلك نستشعر معاني عظيمة في السجود حين تسجد لله تستشعر معنى الخضوع تستشعر معنى الذلة لله عز وجل تستشعر معنى الافتقار تستشعر معنى الانكسار لله عز وجل تستشعر معنى أن شمل قلبك قد تفرق في أودية الدنيا فلعل هذه السجدة أن تكون كفيلة أن تجمع لك شمل قلبك أن تجمع لك شمل قلبك تستشعر أن شمل روحك قد تفرق في أودية الدنيا في شهواتها وغيرها فأنت تخضع لله وأنت تسجد لله وأنت تنكسر لله وأنت تفتقر بين يدي الله لعله أن يعيد الحياة إلى قلبك لتعيش سعيدا في دنياك وتعيش سعيدا في أخراك لتعيش قريبا من الله حبيبا لله محبا لله ثم بعد ذلك تعيش نعيم وآثار هذا السجود وهذه الحياة التي بدأت تدب في قلبك وبدأ ينتعش بها قلبك تستشعر ثمارها في الدنيا العاجلة وثمارها الآجلة في الآخرة الله عز وجل يقول واسجد واقترب الله عز وجل يقول لك واسجد واقترب يعني إذا أردت أن تكون قريبا من الله حبيبا إلى الله تحظى بالقرب وتحظى بالحب وتحظى بإجابة دعائك وتحقيق رجائك وتحظى بقضاء حوائجك وأن تكون عند الله مقربا ولك الزلفة ولك القربة عند ذلك ينبغي أن تسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله بعض الصحابة أن يرافقه في الجنة قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود بكثرة السجود وطول القيام بعض العلماء يرى أنه في كثرة القراءة والبعض الآخر يرى أنه في عدد الركعات والإكثار من الركوع والسجدات لله عز وجل تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الله أكبر أنت في أدنى نقطة في أصغر نقطة في واد سحيق من أودية الدنيا هناك بصيص نور يرتفع إلى السماء هناك عبد خاشع خاضع راكع لله هناك عبد ساجد لله الله عز وجل يستمع إليه الله عز وجل ينظر إليه الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الله عز وجل يراك وأنت تتقلب بين قيام وبين الركوع وبين سجود أي منزل أعظم من هذه المنزلة أي مكان أعظم من هذه المكانة ثم تقول سبحان ربي الأعلى الله عز وجل العظيم الأعلى وأنا العبد الصغير الأدنى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الله قريب منك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب المولى عز وجل قريب منك لكن أنت تبعدك عن الله الذنوب تبعدك عن الله العيوب تبعدك عن الله الفواحش والتقصير فحتى تكون قريبا قريبا من الله وحتى تكون حبيبا حبيبا لله وحتى تحظى بالهبات والتجليات والنفحات والعطيات من الرب الأرض والسماوات اسجد لله أكثر من السجود حتى تعود الحياة إلى قلبك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء أنت قريب من الله حين تسجد بثه شكايتك بثه همومك بثه أحزانك إذا كنت مريضا فاشكو إليه دائك إذا كنت مديونا فاشكو إليه دينك إذا كنت مهموما فاشكو إليه همك إذا كنت مغموما فاشكو إليه غمك إذا كنت محزونا فاشكو إليه حزنك إذا كنت مظلوما فاشكو إليه من ظلمك إذا كنت شريدا طريدا فاشكو إليه التهجير والبعد عن الأهل والأحباب والأصحاب إذا كنت سجينا فبث إليه شكايتك حتى تتفتح لك أبواب السجن وتخرج حرا طريقا بثه حبك بثه أشواقك مشتاق إليك يا رب مشتاق أن أرى جلالك مشتاق أن أرى جمالك مشتاق أن أرى وجهك الكريم مشتاق أن أسجد لك سجدة أختم بها حياتي مشتاق أن أسجد بين يديك إذا لقيتك يوم القيامة مشتاق أن أكون بجوارك مشتاق أن أنظر إلى وجهك الكريم هذا النداء وهذه المحاورة بينك وبين الله عز وجل تجد حلاوتها تجد لذتها تجد طعمها وأنت ساجد لله عز وجل ومن أعظم ما يكون السجود سجودا لله هو في الثلث الأخير من الليل هو في الثلث الأخير من الليل لأنه سيجتمع لك في الثلث الأخير من الليل أنت أنت تعيش في رمضان في قيام رمضان ثم بعد ذلك قيام العشر أو آخر من رمضان قيام ليلة القدر من رمضان حين يجتمع في الثلث الأخير من الليل قرب بقرب وحب بحب وقلب برب سبحانه وتعالى حين يجتمع لك في الثلث الأخير من الليل قرب بقرب وحب بحب وقلب برب قلب يناجي ربه سبحانه وتعالى عظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره من الدعاء ويقول أقرب ما يكون الرب من عبده في الثلث الأخير من الليل الله أكبر أنت في سجودك قريب من الله وإذا سجدت لله في قيامك في الثلث الأخير من الليل الله قريب منك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قيل يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أن بعيد ربنا فنناديه فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وجاءت آيات الدعاء والبشارة بقرب المولى عز وجل جاءت مع آيات الصيام يعني دخلت من ضمن أحكام الصيام في هذه الصفحة من سورة البقرة جاء الصيام ومن يؤذن له بالإفطار من المرضى والمسافرين وغير ذلك ثم جاءت آية الدعاء ثم في الصفحة التي تليها جاءت وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم عظيمة هذه الآيات فإذا حين تسجد لله عز وجل استشعر هذه المعاني وغيرها معاني بالعشرات وبالمئات يفتح الله عز وجل بها عليك عند ذلك والله العظيم إن من الله عليك أخي الحبيب أختي الكريمة إن من الله عليكم وعلى هذا العبد المذني بالذليل الصغير الفقير إن من الله علينا أن نصلي ولو مر واحدة في العمر ركعتين خاشعتين مطمئنتين يحضر فيها القلب ويحضر فيها الخشوع وتحضر فيها الدموع ونستشعر فيها معاني القيام معاني الركوع معاني السجود وغيرها من المعاني والله العظيم لا تعادلها لذة في الدنيا ولا يعادلها طعم في الدنيا ولا تعادلها حلاوة في الدنيا ابحثوا عنها في صلاتكم وأنتم تصلون الفريضة والمكتوبة ابحثوا عنها في صلاتكم وأنتم تصلون النافلة وأنتم تصلون القيام وأنتم تقوموا الرمضان ابحثوا عنها فإذا وجدتموها فتمسكوا بها فإنها سر سعادتكم في الدنيا وسر نجاتكم في الآخرة بإذن الله عز وجل هذه أحبة الأكارم وقفات يعني جاد الله عز وجل علينا وتفضل وتكرم بها تكلمنا فيها عن صلاة حياتي في قضية مقدمات الصلاة دعاء الاستفتاح القيام الركوع القيام من الركوع ثم السجود كان عنوان الحلقتين هو صلاة حياتي إن قدر الله عز وجل لنا أن نتكلم في بقية هذا الموضوع فسنتكلم أو ننتقل إلى موضوع آخر هو غاية في الأهمية في حياة القلوب رمضان حياة أحيى الله قلوبنا وقلوبكم بحبه جمعنا الله وإياكم في الدنيا على محبته وطاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة لا تنسونا من دعواتكم في يوم رمضان وفي الليل رمضان أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى